نحن قلنا لإخواننا بصريحة العبارة أنه إحنا ما نتعامل كوضع دولة وضع الدولة هناك مفوضية نعم عدينا احتراضات كبيرة وقدمنا كثير من الطعون إلى المفوضية مفوضية الانتخابات وبالأدلة حس هذه إجراءات تأخذها المفوضية بعد المصادقة نذهب إلى المحكمة الاتحادية هذه الإجراءات اللي نمضى بيها نعم نزول إلى الشارع احتقان الشارع نحن لسنا مع هذه المسألة واليوم أنت اليوم ديشمو مع هذه المسألة إذا كانت اليوم الكفة مو بصالحك وتنزل إلى الشارع في يوم غدن بعد الانتخابات القادمة زي راح تكون كفة إلك فعندما يذهب الآخرون إلى الشارع لا تلومهم بعد أو لا تلوم الذين سبقوك إلى الشارع حرق الإطارات وتعطيل الحياة المجتمعية ليست من الوضع السياسي للإطار التنسيقي؟ لا 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 أبدا 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 أحنا في الأمور العامة يعني لا أزلنا كنا وقريبين لأخوتنا نفس الموقف هذه النتائج تشكل تهديد لا لا بينا لهم بينا لهم أنه إحنا قضية النزول إلى الشارع سلاحة وحدين في يوم من الأيام كانوا كثير من أخوتنا في الإطار التنسيقي ومنهم حتى التيار الصدري بالناسبة الآن الحديث كأن الإطار التنسيقي في جهة والتيار الصدري في جهة التيار الصدري عضو بالإطار التنسيقي منذ أكثر من سنة لا يوجد أعلان أنه انسحاب لليوم لا يوجد أعلان رسمي لا يوجد أجتماعات أقول جيد هسل ما يحضر مو معنى انسحاب مو فالإطار التنسيقي هو محتوى يحوق والتيار الصدري جزء كان ولا زال ولم يعلن انسحابه من الإطار التنسيقي